السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة ما اشوف دحمان لي طبخ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبسحة جيدة اخوكم دحمان وسيحييكم صباح الخير عليكم عندي اش حال ما حدت لكم اش فيديوهات في الصبحية ان شاء الله رح نولولي الواصفة ونحط لكم كل يوم الى اكتب ربي ان شاء الله اليوم وش خطرت لكم طاجين دجاج بالكوريات يعني طابق بزاف هالي لحالة طارق الدحمان وسقدوا اديروه للولائم اديروه للعارضات يعني يجي شهير رح نعطي لكم كامل نصائح البولي بتاعكم يجي طايب ويجي محمر ويجي طريم عث تبيلة رائعة مع السر تعلاصل كيفاش نديروها والكوريات يعني طابق بزاف اش باب رح تفرحوا به العائلة خاصة كعندما تديروه يكونوا عندكم ضياف ولا ولا يمسطقوني رح يعجبكم بالنق خيالية الفيديو تعليوه مهم بالبزاف نتمنى منكم كامل ديرونا للجام وفر جام وممتع للجامع بسم الله على بركة الله كاميرا كنت شوفوه هنا اول حاجة نعرفكم مع المغادر تبعوا معي مليح رح نحكمه الطاجين تانى اللي رح نطيبوه فيه نديرو فيه ملعقة تعسمن مع شوية تعزيت يعني توم تحبوه الطاجين ولا لا كوكوت ولا مرميطان لكم الاختيار رح نحتاجوه الطرف تعدى ججي كل واحد يدير على الحساب هو وش رو حبيه بنيزونتي للضياف داعه هنا عندي صدق قسمته على الزوج وكويس تبعوا معي مليح كمية تعبوليها شي حوالي 400 غرم من بعد رح نشوفوه وش رح ندير لها كامل رح نحتاجو ربعة فصوص تعتم ورقة تعرنت حب بصال انقطع على اربعة ملح فلفل عكري وعندنا توابل اللي رح نديروهم خاصين عندنا فلفل كحل زنجابيل حبل هيل كوركم شوية رس لحنت وشوية تعال قصبر رح ييعطون نكهة ما شاء الله هادو هم المقادر كيمارا كنت شوفوه اول حاجة نجيبو الطاجين تانى توجر قتلكم فيه الزيت واسمن حطه فوق النار نخله يسخن ونكملو الوصفات تانى هنا رح نجول الطاجين تانى وبعد ما نشوفوه فهي يعني سخن هادو زيت واسمن سخن ضروري لي دام في هادو الاطباق ما عندي ما نقول لك رح نحطوا التوجر على الواجهة اللي فيها الجلدان نحطوا هادو بزو السدورة ونحطوا هادو الكويس واش رح ندير نحطوا الغيطاء تانى ونخليهم يتقلوا غرب عقلهم حوالي عشر دقايق ونعود ذرولي لكم وبعد ما خليناهم يعني يتقلوا ملح يعني يتحسوا هادو الصوت تعالق اليان ما شاء الله هنجو نفتحوا لهم هادو خفيف دريفابري رح نقلبو هادو كلمراسهم ت نحن نقلبو هم نلقاهم حميمة ريلم الجهة الاولى رح نقلبو هم كامل نحاود نغطهم زيدو ونخليهم يريحوا شوية بعد ما خليتهم نجو نضرب عليهم طليلة خفيفة دريفاب تعرفوا بالليل فخار رشت سخند ونجو نعقرهم اول حاجة رح نحطوا اذك الوريقة ثارى نضربها في سوستاتهم يعني رح سوست عنهم بعدها رح نصفيوها في الكسكاس رح يدو بعدك اللبصلوا هادوك ما شاء الله هنديروا هقده كمية الملح مليحة بش البولي تانى ويجي كبش صامت وي تشكيله على التوابل نضعه التوجر ونضعه ملعقة كبيرة على عكري يعني كي تحمرنا لاصوس تعرفوا الكوركم يصفر والعكري يحمر جينا هذيك لاصوس تشينية ما شاء الله راح نجيبوها هذيك الحبيبات بصلي خصمناها على الارواية يعني قطعوها عشوائيا هاكذا كي ما راكو تشوفو دوك هنوش راح ندير نعود نحط الغيطاء تاين خلوهم يتقلوا مليح ونعود ذنون لي وهنا بعد ما خليناهم تقلوا نجون ونفتحوا عليهم راح نوجدوا لما تعنا لي راح يكونوا نسخون باش نمرقوا يعني البولي تعنا حتى نغطيه الدجاج ونخلوه يطيب مدة ساعة يعني راح يدخلوا الطياب ما شاء الله ويتنكى به هذيك الاصوس تعال التوابل وش راح نديرون نضربوا تحريك خفيفة ذريفاب بعد ما حطينا لما تعنا نخلوه يطيب البولي غير بعقله يعني راح يطرى لداخل ويشرب كامل هذيك التوابل يعني نخلوه بعد ساعة عاود نولي لكم وهنا كما راكو تشوفون جون نحضروا التتبيلات على الكورية تتبعوا مع ملحة ولي 400 غرام بتاع الدجاج مرحي كما راكو تشوفوه هنديروا لورشيشات تاع الملح يعني باش يجيب بانين الثاني حاجة التوابل راح تقول مختلفة راح ندخلوا الكمون فلفل كحل فلفل عكاية راس الحانت وشوية عزان جابير يعني موهم للدجاج ويعطي انكها خاصة نحضروا ملعقة هكذا ونزيدوا حوالي ملعقة كبيرة تعزيت يعني هذا مكان كمية قليلة ما داعينكم تديروا حباء بيض هذي هي اللو كانت تكون كمية كبيرة تأكيدوا الفوق تقدروا تدفوح ببطة البيض وهذه هي ودرت التوم اون بودر انتم إلا عندكم اون بودر ديروا إلا عندكم تم عادي ديروا وش راح نديرو نعجنو للحمد تعنا مليح ونعودو لليكم وهنا بعد ما نكملناها كامل دوك وش راح نديرو نخلوه يرتاح يابر نديروه كويرات ونجو نشوفوهم على بركة الله كما راكو تشوفو الاحباب بعد ما جلست حوالي ساعة شوفوا البولية تعناب بعد ما نحينا يعني طب ما شاء الله اخذ هذيك الاسفيرار تعلكركم يعني ما عندي ما نقول خاصة اطلق رايحة ما شاء الله هالكورية تعناك وراهم كيمة حبوزن ثلاثين خمسة وثلاثين راح توقع عليكم لاصوس تعنا اللي طاب التوجور نجيبو الكسرونه ونجيبو الصفاي ونصفيوها كامل يعني هذا هو الفوت تعنا اللي راح نزيد ونطلعو به لاصوس مع الكوريات شوفوا المعرقة على الدجاج يعني بدنا ما شاء الله هدوك هنا اول حاجة وش راح نديرو راح نجيب لهم غلطة عيكي ما راكو شوفو نحطهم ملعقة تعزو بدا نحطوها فوق الفرن ونشعلو نخلي هذي قزبدة تعنات بالنسبة الكوريات عندما تكملوهم حطوهم فتلاجة يزيدو يتماسكو يشدو رحم هنا بعد ما شوفو الزبدة تعنات يعني دامت كامل راح نجيبو لحبيبات تعال الكوريات ونحطوهم كامل يتقلو غير بالعقل بالنسبة لدجاج تعنات توجور جيبو بعنسو شو زبدة ندهنوهم من فوق نشعلو الفور يعني غير من الجهة الفوقانية ندخلوهم ياخدو هذك الاحمير الشباب والبوذي تعنات راهو واجد بالنسبة للكوريات هنا بعدما حطيتهم كامل تحريكة خفيفة نحطو الغطاء تعنا ونخلو طيب يدخلو لهم كما راكو تشوفوه هنا بعدما خليتهم مدة زمن يعني طابو وتحمرو من كل النواحي شوفو شحرهم الشابين ما عندي ما نقول لك وهنا بعدما نشوفوهم يعني تقلو وتحمرو جيدا تمسكو راح نجيبو ملعاقات على الفارينا توجر هذك الملعاقات نرموها فوق البولي وفوق هذك الملعاقات هذه الزبدة اللي كانت دابته من قبل يعني نساجمو هذك الفارينا راح تشربها كامل هذك الزبدة باش كين دي غلاسي وبالفون تعنا يعني هذك الملعاقات تاجيش راح تطلع عنا الصوس ما شاء الله نخلو هذك الفارينا توجر تتقلة شوية ونبدو ان مرقو بهذا الطريق يعني ندي غلاسي وهكذا غرب شوية ونروح وغراف مرغراف حتى نكملو كامل الكمية ونخلوها طيب غرب العقل يعني الملعاق هذه الزبدة ونحتعاونكم باش لاصوس تعكم اتجي محكومة واتجي ما شاء الله وانا كمراكوا تشوفوا الاحباب بعدما تحمل الجش تعنا راه يشحين ما شاء الله الكورية تعنا طابو لاصوس تعنا تتقلت ولا تعاقدة يعني في الشباب ما عندي ما نقول لك ذكار راح نحطوه ذك الجش تعنا في الصحن التقديم راح يكون اختيار تحبو عندي فيديو تحبو جامعي ليبقى عليكم والديكور توجر بيانسور يبقى عليكم بعدما احطيت هذك المراسم تعدى ججاني طب سيعة ايدي كبيرة عشيوات هنزيد ونحطو هذك الكوريات كي مراكوا تشوفون ستفهم كامل هكذا عشوائيا يعني هي حيعطوه منظر بزاف شيء وهنا في الاخير راح نحطوه توجر لاصوس تعنا شوفوش حال جي شويبا يعني ما شاء الله نسقيوا هذك الدجاج ونعمروا الكامل لاصية تعنا من بعد راح نديروا الديكور اخ في فضريف ونجو نشوفو كل حاجة النتيجة النهائية كي مراكوا تشوفو خوتي خياتي اعزاز هذه هي النتيجة النهائية طابق تعنا طاجين دجاج بالكوريات يعني طابق بزاف شباب قتلكم تقدروا اله للعردات للولائم ان شاء الله يكون عجبكم ونال ريداءكم وحنا أخكم دحمان وسما بقالوا يقول لكم غير بقاءوا على خير واتهالله في روحكم الى اللقاء مع وصفات جديدة السلام